اشتركوا في القناة او ربما جهلها الكثير من الناس في خلال هذه الدقائق المعدودة سأتحدث عن بعض هذه الأحكام المهمة التي نحتاج لها بكثرة ولكنني سأعرضها لك أخي الكريم على هيئة ضوابط أو قواعد ليحسن لنا ضبطها بإذن الله تعالى أولى هذه القضايا وأولى هذه الضوابط سجود السهوء إخوتي الكرام لا يشرع لأجل العمد يعني مثلا لو أن شخصا أتى بركن زائد متعمدا مثلا بدلا من أن يسجر سجلتين سجد ثلاث مرات أو بدلا من أن يركع ركوعا واحدا ركع ركوعين فعل ذلك متعمدا ففي هذه الحالة نقول لا يشرع لك أخي الكريم أن تسجل السجود السهوء بل إنك آثم بهذا الفعل وهذا ولا شك مبطل لصلاته وهو خطر عظيم لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزوة هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية أخي الكريم ما الذي يشرع له سجود السهوء يشرع سجود السهوء لثلاثة أسباب السبب الأول الزيادة السبب الثاني النقص السبب الثالث الشك نبدأ بالسبب الأول وهو الزيادة أول هذه الصور هو أن يأتي الإنسان بركعة كاملة مثاله في صلاة الفجر قمت للركعة الثالثة أنت هنا أمام خيارين إما أن تذكر في أثناء قيامك للركعة ففي هذه الحالة تذكرت يجب عليك أن تعود إلى حالك التي كنت عليها قبل ذلك مثلا قمت الآن للخامسة في صلاة الظهر تذكرت الآن وأن تواقف عليك أن تجلس فورا هل تكبر؟ الجواب لا تكبر لأن هذه الزيادة أصلا ليست من الصلاة الحالة الثانية هي أن لا تذكر بل تتم الركعة ولا تذكر إلا بعد فراغك من هذه الركعة فماذا تصنع في هذه الحالة؟ نقول لك في هذه الحالة لا شيء عليه لكن عليك في الحالتين أن تسجد لسجود السهم النبي صلى الله عليه وسلم حصل معه ذلك فقد ثبت في الصحيحي من حديث عبد الله مسعود أن نبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم خمس ركعات فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة يعني سلم من الصلاة قال له الصحابة هل حدث في الصلاة شيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يحدث شيء قالوا يا رسول الله إنك قد صليت خمسا فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه زيادة الآن ماذا صنع؟ انفتل عليه الصلاة والسلام وانصرف إلى جهة القبلة ثم سجد سجتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام ثم قال للناس أما إنه لو حدث في الصلاة شيء كنت أخبرتكم به وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ثم بيّن لهم عليه الصلاة والسلام قاعدة مهمة قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه يعني يتمم صلاته ثم ليسجد سجتين بعد أن يسلم هذه حالة الحالة الثانية فيما إذا زاد الإنسان ركنا من الأركان زدت مثلا ركوع أو سجود أو نحو ذلك في هذه الحالة أيضا نقول إذا تذكرت في أثنائها مثلا أنت الآن راكع وهذا هو الركوع الثاني عليك حالا وفورا أن ترجع فتقف وأن تترك الحالة التي زدتها في الصلاة الحالة الثانية أن لا تتذكر إلا بعد فراغك تماما من هذا الركن ففي هذه الحالة أيضا نقول في الحالتين جميعا يجب عليك أخي الكريم أن تسجد لسجود السهو ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد السجدتين الحالة الثالثة فيما إذا زاد الإنسان كلاما هو من جنس الصلاة مثاله أن يقرأ مثلا الفاتحة في أثناء ركوعه أو يقرأ الفاتحة في سجوده أو أنه يغفل فيقرأ التشهد أثناء قيامه مثلا فماذا يصنع في هذه الحالة؟ أيضا نقول في هذه الحالة الأولى بك أن تسجد سجدتين حال الرابعة أو صورة الرابعة وهي كثيرة ونحن نختار من هذه الصور ما يكثر ويقوعها ربما الإنسان أحيانا يصلي وأثناء صلاته إذ به سمع كلام لفلان أو علان بجانبه فما يشعر فنطق نطق بكلام هذا الكلام خارج عن الصلاة هل تبطل الصلاة في هذه الصورة؟ الإنسان غافل ناسي الجواب لا تبطل حينئذ صلاتك لكن هل تسجد للسهو أو لا تسجد؟ الجواب لا يسجد الإنسان للسهو في مثل هذه الحالة معاوية بن حكم رضي الله عنه كان في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجولا عطس في أثناء الصلاة فشمته كان جاهلا لا يعلم الحكم بعد فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بسجود السهو فإذا زدت وتكلمت وأنت لم تشعر فلا تسجد للسهو وليس عليك شيء حينئذ هذه إخوة الكرام هي جملة من أحكام السهو اقتصرنا عليها في هذا اللقاء سنتم إن شاء الله الحديث في لقاء قادم وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة